في القمة إلى الأبد للمرة الأولى يبدو أن فريق فولسبورغ وشركة فولكسواجن سيحافظ دائما على موقعه المتقدم في الدوري ولكن دون ضجيج وهذا بفضل المدارب ديتر هيكينغ ابن الخمسين عاما الذي يدرب فولسبورغ منذ سنتين وهو يختلف عن كثيرين ممن سبقوه ولا يحب الشهرة ما التي تتوق كل صباح إلى فعله عندما تأتي إلى العمل قبل كل شيء أن أستطيع الجلوس لبضع دقائق مع زوجتي وابناتي الصغيرة على الفطور فهذا ليس سهلا دائما ثم أذهب إلى العمل وبعدها أمامي ساعة من السفر تسمح لي بترتيب أفكاري بهدوء والتخطيط ليوم العمل وما هي النقاط التي يجب أن أنتبهها لها خلال التدريب ومن هم اللاعبون الذين علي أن أتحدث معهم على انفراد أستمع أيضا إلى الراديو قليلا وهكذا أحضر نفسي ليوم العمل ما الذي يجعل منك الرجل المناسب هنا؟ من الصعب أحيانا أن يتحدث المرء عن نفسه وأن يحكم عليها أنا أسكن في شاومبورغلاند المكان الذي يأتي منه الكثيرون صباحا ليعملوا في مصانع فولكسفاغن وكلما تحدثت مع واحدا منهم يقول لي شركة فولكسفاغن مكان ممتاز للعمل وهذا ما يعبر عنه اسم الشركة على أي حال سيارة الشعب وقد كنت دائما من المرتبطين كليا بالواقع وممن يحبون العمل الجاد لا شيء آخر كل ما أردته هو الإنجاز الناجح والجيد لعمل وأعتقد أن هذه هي الفلسفة التي تسير عليها شركة فولكسفاغن كما أنه المبدأ الذي يواجه فريق فولكسفاغن ولذلك قلت لنفسي أن العمل هنا سيناسبني وقد كانت فرصة كبرى لي رأيتها بوضوح وأردت اقتنصها وقد تحقق ذلك حتى الآن على الأقل دعنا نتخيل الوضع التالي الإسباني يذهب إلى النادي العالمي بايرن أما المغامر فإلى نادي النخبة دورتموند وإلى فولسبورك يذهب العامل النشيط الجاد والمتواضع هل لهذا السبب تم استدعائك هنا؟ أصحاب القرار هم أفضل من يستطيع الحكم على ذلك لقد كنت أتنافس مع بانتشوستا في المرحلة النهائية لاختيار المدرب وعلى أساس هذه النتيجة يمكن القول أن النادي أراد مدربا بملامحة وطرق عمل مختلفة أعتقد أن كلاوس ألوفس لعب دورا حاسما في اتخاذ القرار وقد قال الكثيرون أن الثنائي ألوفس وهيكينغ يناسبان بعضهما كلنا لا يعرف بالضبط لقد تحدثنا معا لأربع ساعات عندي في المطبخ وبعد ذلك سألت زوجتي عن رأيها فقالت نعم يمكن فعلا أن تنسجم وقد جرى الأمر نفسه مع كلاوس وربما كان السبب هو ما قلته أنت قبل قليل أوراق القوية هي الجدية والواقعية ما هي الكلمات التي ستستخدمها لتصف تطور النادي في السنتين الأخيرتين أي منذ أن عملت فيه هذا أمر صعب لا يمكنني أن أجد الكلمات المناسبة بسهولة لكنك تقوم بعمل رائع هذا صحيح لكنني أفكر أحيانا بطريقة المناسبة لوصف ذلك في البداية قلنا أننا نريد تطوير هذا المشروع لكنه لم يكن في الواقع مشروعا صرفا إذ كان محملا بالعواطف والأحسيس وهو ما يجعل هذا التطور عاملا متميزا بل يمكن أن نقول إننا تجوزنا الأهداف التي وضعناها من الناحية الزمنية فبينما كان هدفنا في نصف السنة الأولى منع هبوط الفريق لأكثر استطعنا احتلال المركز الخامس في الدوري في السنة الماضية وهنا نحن نلعب الآن في البطولات الأوروبية وبالنظر إلى أوضاعنا الحالية نستطيع القول بثقة بأننا سنكون في تلك البطولات في العام المقبل أيضا بل وربما سنشارك في دوري أبطال أوروبا إذن فقد تجوزنا طموحاتنا وهو ما يجعل تطورنا دين ممتازا لقد اخترت كلمة جميلة شكرا أنا سعيدة هل احتلال المركز الثاني بعد بايان أمر بديهي لفولسبوك؟ لا أبدا على الأقل حتى الآن هدفنا هو تطوير أنفسنا بحيث نحتل أحد المراكز الخامسة الأولى في الدوري مما يؤهلنا للعب في البطولات الأوروبية ونريد أيضا أن نصبح الفريق الذي يمكن أن يشكل تهديدا حققيا لفريق بايان يزعجه؟ نعم لا يطارده؟ نعم وهذا يتطلب أن تكون المطاردة ناجحة أنا لا أره هكذا الآن لأن فريق بايان ما يزال هو المقياس لكل الفرق وفي كل شيء وإن كنت أعتقد أنهم بدأوا يحسبون حسابنا ليس لأننا هزمناهم بأربعة أهداف لهدف ولكن لأنني شعرت بأنهم كانوا يأملون في الأسبوع الأخيرة أن تزداد النقاط التي تفصل بيننا صحيح أنها ما زالت ثماني نقاط لكنها لم تزداد أيضا ولكنني يمكنني التصور أنك تتمنى أن يصبح السباق على القمة أكثر إثارة؟ تأكد أنه سيصبح كذلك لن يعود الدور إلى عهد السيطرة الدائمة لفريق واحد عليه كان فريق دوتموند قبل سنتين يهدد بايان لكنه سقط أخيراً وفريق بايان نفسه ليس محصناً من هذا المصير فقد يخونه النجاح في موسم كروي مقبل ولذلك فأنا لا أعتقد أن الدور الألماني سيكون عرضاً منفرداً لفريق بايان منه وستكون لدى كل الفرق الفرصة لأن تقترب منه بعضها لديه شروط أفضل من الآخرين للوصول إلى ذلك كفريق أوكسبورغ الذي أحرز نتائج ممتازة هذا العام مثلاً وذلك رغم توضع إمكانياته المادية وهذا مصدر جذبية الموندسليغا في الواقع